يقول إنه يريد أن يذهب للعمرة في آخر شعبان ويرغب في أن تكون عمرته في رمضان فكما ذا يفعل؟ هل يؤخر العمرة؟ إذا مثلا ذهب في 25 شعبان بقي خمسة أيام أو ثلاثة أيام على رمضان فهل يؤخرها حتى يدخل رمضان أم أنه يعتمر ثم يعتمر مرة أخرى؟ ماذا يفعل؟ لا لا يعني هو بالخيار إن شاء أن يؤخر رحلته إلى رمضان فتكون عمرته في رمضان فذاك لكن إن كان سيأتي قبل رمضان فإنه يبتدي بالعمرة وتكون عمرته في شعبان ثم إذا دخل رمضان وأحب أن يعتمر فليأخذ عمرة أخرى والتكرار في هذه الصورة لا بأس به لأنه تكرار لسبب وما ينهى عنه من التكرار في قول جماعة من أهل العلم إنما هو التكرار الذي لا سبب له أما ما كان له سبب من الأسباب في التكرار كإدراك فضيلة زمان كفضيلة رمضان مثلا كفضيلة عمرة رمضان فإن هذا مسوق للتكرار ولا كرهت فيه في قول جماهير العلماء فيكون هنا قد افتتح مجيئه بالعمرة وكان سفر العمرة وهذا هو الفضل والأجر والخير والمطابق للسنة ثم أدرك العمرة الأخرى عمرة رمضان بعمرة أخرى بعد دخول شهر رمضان ونسأل الله يستعملنا ويكون في طاعته وأن يبلغنا رمضان ويرزقنا فيه صالح الأعمال آمين